بعد توبيخ الخارجية لسفير إيران في فيينا بسبب مليشي حزب الله طهران تستدعي السفير النمساوي وإن كانت طبعا قالت معاملة بالمثل هم استدعي السفير الإيراني وهددوه في فيينا فأحنا استدعي السفير النمساوي ونحضره من المعاملات قراءتك للخبر ده هل ده مش ده يمكن يكون هل ده موضوع شايفوا موضوع عادي أن يحصل عملية التوبيخ وإيران محقة في اللي بتعمله أم أن فعلا السفير الإيراني أخطأ في حق الدولة اللي هو بعيش فيها طبعا أكيد بداية بعد العمل الإرهابي الجبان الذي قام به تنظيم حزب الله الإرهابي أيضا بضرب عدد من ما يقال بشو بسموه هذا إن الدجاج أو هيك شي تقريبا هذه العملية المبجلة لحزب الله الذي هاجم فيها بعد شو بسموه هذا مداجن في إسرائيل طبعا قام الإرهابي أيضا سفير النظام الإرهابي عباس بقر بور أردكاني بيرفع شعار حزب الله هذا هو الذي يظهر أماننا أمامنا فإن حزب الله هم الغالبون هذا براء هذا طبعا يستخدم الدين ويستخدم آيات قرآنية صراحة ليست لا بمكانه ولا بموقعها أولا بداية شعار حزب الله حزب الله هو تنظيم إرهابي يمنع يمنع في النمسا مصنف عالميا لا لا مش عالميا ليس عالميا بس بالاتحاد الأوروبي هنا موجود باتحاد الأوروبي نعم مصنف إرهابيا ولكن ليس في كل دول الاتحاد الأوروبي على فكرة تقريبا أما في النمسا بجناحه السياسي والعسكري مصنف إرهابيا ويمنع ويمنع رفع شعاره داخل النمسا وقام سفير النظام الإرهابي أردكاني بنشر هذه الصورة على حسابه على موقع X فبالتالي استدعته الوزارة الخارجية وقامت بتوبيخه وقالت أنه وأيضا المخابرات النمساوية قامت بفتح يعني كما يقال إجراء قانوني تجاهه ومن الممكن أن يغرم بمبلغ يصل إلى 10 ألاف يورو طبعا ولكن الدبلوماسيين دائما عندهم حصانة دبلوماسية وليس من السهل مقاضاتهم ولكن يعني يكفي هذا أن يشير هذا التصرف صراحة من النمساوية أرى التصرف جيد جدا ولا يمكن التصرف أكثر من ذلك طبه مش ممكن يقولي أن أنا ده حساب الشخص وأنا حر ليس حتى لو حساب الشخص أنت إلا زي بتنشر عندك شيء متعلق بحزب الله خارج النطاق الإعلامي تحديدا أنت من الممكن أن تغرم أن الممكن أن تعاقب أنت ممكن أن تحاكم المواطن عايش على الدولة لا يسمح لأي أحد موجود في النمسا رفع شعار إرهابي إن كان حزب الله إن كان داعش إن كان الإخوان إن كان حماس كل هذه التنظيمات الإرهابية يمنع رفع شعاراتها ولا بأي شكل من الأشكال فبالتالي طبعا قامت الخارجية الإيرانية أيضا باستدعاء السفير النمساوي في طهران وولف دايتريتش هايم وأيضا أبلغوه بسبب المنشور وقالوا أن حزب الله هو حركة تحررية أو حركة شو كانوا كاتوا تحديدا وكان في فيينا استدعى ونشرت الامتناع عن مثل هذه الأعمال ويومها كذا يعني إنه هو حركة تحررية ولكن هو حركة هو تنظيم يمارس الإرهاب في لبنان بداية على الشعب اللبناني الأعزل وصولا وصولا إلى الدول المجاورة مثل فلسطين المحتلة وما إلى ذلك فبالتالي هذا تنظيم إرهابي هذا تنظيم إرهابي ونحن صراحة يعني نؤيد أي ضربة له ونؤيد ونعمل على إنهاء هذه التنظيمات الإرهابية إن كانت إسلاموية إن كانت يمين متطرف كل هذه الحركات الإرهابية يجب فعليا ضربها بأي مكان وبأي زمان كانت ومن ضمنها طبعا من ينسى سفارة النظام الإيراني ليس هذا أول إرهابي تصدره يعني هي صدرت إرهابي هو السكرتير الثالث في 2018 أسد الله أسدي عندما حاول تفجير مؤتمر للمعارضة الإيرانية حركة مجاهدي خلق في باريس وتم اعتقاله حيث قام أسد الله أسدي بجلب قنبلة معه بالحقيبة الدبلوماسية من إيران على الخطوط الجوية النمساوية داخل ثم نقلها داخل الأراضي النمساوية إلى بلجيكا ففرنسا داخل علبة بيتزا ولكن تم اعتقاله في بلجيكا سابقا وتم طبعا الحكم عليه بالسجن المؤبد ولكن مع الأسف بلجيكا قامت بتسليمه ضمن اتفاق سياسي سيء للغاية بتسليمه لإيران مجددا وبادلته على رحائن بالضبط على رحائن آخرين أو سياسيين كما تفضلت نعم وبالتالي يعني إيران مع الأسف دائما تصدر الإرهاب بأي مكان وأي فرصة أتيحت لها